تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مركز تحديث ناعة السيارات ومجموعة لمصانع السيارات بجنوب إفريقيا على هامشي مشاركته في اجتماعاته بقمة بريكس هذا وأكد مدبولي تطلعه لاستنساخ مثل هذا النموذج في مصر مشيرا إلى أن مصر تمتلك كل المقاومات اللازمة لخلق صناعة سيارات واعدة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة